موسيقى السلام عليكم ورحمته وبركاته نبدأ حصة اليوم مع المستوى الثالث في مادة الرياضيات الموضوع نحو التناسبية العلاقات العددية الحصة الثانية تصحيح التمارين الهدف التعلمي أتعرف بكيفيات مختلفة العلاقات أضيفه أضربه أو أطرحه رابعا اتفق أمين وحمزة على استبدال قطع نقدية بطوابع بريدية ألون بطاقة العلاقة العددية المناسبة وأتمم ملء الجدول العلاقة هل أضيف خمسة أو أطرح خمسة أو أضرب في خمسة لاحظوا معي جيداً عدد الطوابع البريدية الأولى أضيف خمسة يقوم بطاقة العلاقة الضرب أضرب في 5 إذن ألون العلاقة هي الضرب ألون البطاقة أضرب في 5 إذن 1 في 5 5 2 في 15 3 في 5 15 4 في 5 20 5 في 5 25 20 6 في 5 30 7 في 5 5 30 إذن نفس العلاقة التي أقوم بها في الخانة الأولى أطبقها على جميع الخانات العلاقة المطبقة هي الضرب يعني أضرب في 5 العلاقة العددية هي الضرب أضرب في 5 ننتقل إلى التمرين الموالي التمرين السادس يتضاعف سكان أحد المداشر المغربية مرتين كل 20 سنتين ألون بطاقة العلاقة العددية ثم أتمم ملء الجدول بعد إنجاز العمليات اللازمة في دفتاري قلنا بأن السكان عددهم يتضاعف مرتين لدينا السنة ثم عدد السكان في سنة 1960 كان عدد السكان 500 هنا هل سوف أضيف 2 إلى عدد السكان أو أضربه في 2 أو أطرحه 2 أطرح منه 2 لاحظوا معي جيدا هنا إذن 1960 500 مدى أفعل؟ هنا بعد مروري 20 سنة العدد يتضاعف إذن هنا المضاعف يعني الضرب سوف أقوم بالضرب كذلك إذن 500 أضربها في 2 هي 1000 كذلك في سنة 2000 كذلك تضاعف مرتين بعشرون كذلك إذن أضربه في 1000 أضربه في 2000 كذلك هنا أضربه في 2000 ضرب 2 أربعة ألا ألا تمرين السابع أملأ الجدول بعد تحديد العلاقات العددية كما في المثال إذن بالنسبة لي المثال الأول لدينا العلاقة العددية محددة أضربه في سبعة إذن أكمل خمسة في سبعة خمسة وثلاثون سبعة في سبعة تسعة واربعون تسعة في سبعة ثلاثة وستون عشرة في سبعة سبعون هنا لدينا عشرة وهنا سبعة عشر إذن كيف وصلنا من عشرة إلى سبعة عشر هل أضفنا أو ضربنا أو طرحنا إذن لاحظوا معي جيدا عشرة ضرب كم تساوي سبعة عشر إذا سبعة عشر ليس من مضاعف العدد عشرة عشرة كم طرحت منها حتى حصلت على سبعة عشر لا يمكن سوف أقوم بكتبة عدد أقل إذن هنا سوف أقوم بعملية الجمع أجمع عشرة زائد كم يسوي سبعة عشر إذن عشرة زائد سبعة كذلكون أحد عشر زائد سبعة ثمانية عشر أربعة وعشرون زائد سبعة واحد وثلاثون خمسة وثلاثون زائد سبعة ثناني وأربع أربعون خلنا الثالثة ثناني وأربعون هنا حصلت على الصفر هل أضرب في صفر أو أطرح أو أجمع إذن انتبهوا معي جيدا ثناني وأربعون ماذا أفعل هنا؟ إذن أطرح منها ثناني وأربعون إذن سوف أقوم بالطرح ثناني وأربعون طرح منها ثناني وأربعون طبعا صفر خمسة وأربعون ناقص ثناني وأربعون كم؟ ثلاثة ثمانية وستون ناقص ثناني وأربعون هي ستة وعشرون ثلاثة وسبعون ناقص ثناني وأربعون هي واحد وثلاثون اشتركوا في القناة